رسمة تانية جديدة عن اول نوفمبر رسمنا رسومات كتير جدا عن اول نوفمبر وجينا برسمة جديدة كمان اللي هرسل معي رسمة النهاردة يبعتلي على حسابي عن انستجرام او على الفيسبوك الرابط موجودة في سندوق الوصف جازين يلا بينا كالعادة رسمة جديدة والرسمة جميلة جدا عن الجزائر وعن اول نوفمبر كل اللي هنعمله في رسمة النهاردة ان احنا هجيب المصطرة ونبدأ نعمل زي شكل كده المستطيل بقولوك ودلوقتي ان ما ينفعش ان حد يستخدم القطوط الطول او العرض المستقيمة من غير المصطرة لان الموضوع هيبقى صعب بالنسبة للمبتدين فاكيد هيميل منكم الخط شوية عشان كده لازم بالمصطرة زي ما انتم شايفين نعمل خط بالعرض كده مستقيم ونعمل خط بالطول تاني لان احنا اكيد انت شفتوا الرسمة عن لين شكل رقم واحد عليه عالم الجزائر وكاتبين كلمة نوفمبر وحطين التاريخ جنبها فزي ما انتم شايفين طبعا الواحد بنخلي الميل بتاع الواحد او الكاسرة بتاع الواحد من فوق ما تكونش بنفس الخط مع المستطيل اللي احنا عملناه بتاع الواحد يعني زي ما انتم شايفين كده من فوق الواحد ميل شوية ما ينفعش حد ما يريد يرسم لي الواحد بمسافة اقصر شوية من كده ما ينفعش خط هنعمل خط بالطول كده وهنعمل شكل هلال وهنعمل شكل نجمة في الشكل بتاعنا لان طبعا شكل عالم الجزائر هلال ونجمة وعلى الشمال اخضر وعلى اليمين ابيض بالنسبة لكلمة نوفمبر فانتم ممكن تكتبوها باي طريقة بتاعجبكو ما فياش اي مشكلة كتب عادية جدا خط الرقع خط السرط خط النسخ اختار اي خط انت عايزه اه وابدأ ارسم به او اكتب به كلمة نوفمبر زي ما انتم شايفين الخمسة ما ينفعش ان احنا نعملها اه ميلة اهم حاجة ان الخمسة كده تبقى زي ما انتم شايفونين مستقيمة رسمة النهاردة لازم نرسمها بطريقة كده خفيفة محدش يتقل على الخطوط وهو بيرسم عشان وارد حدوث اي خطاء فلازم لازم نكون عاملين حسابنا ونخطط تخطيط خفيفة كده كده مش نخسر حاجة خد لنا نخطط تخطيط خفيفة لقينا الرسمة زبطت خلاص هنتقل وهنلون لقينا في حاجة غلط فاحنا نقدر نمسح مش نخسر حاجة لان احنا كده كده مخططين تخطيط خفيفة طبعا تعليقاتكم الفترة يا فاتد عجبتني جدا ومفرحت جدا جدا فمستني منكم التعليقات الجميلة دي اللي فعلا فعلا الحافز والسبب الرئيسي بعد ربنا طبعا في ان انا اكمل في اليوتيوب واتحافز والاقي في حد بجد عايز يتعلم في ناس بتتفرج في ناس حب المحتوى في ناس حباني عشان الشخصية فيها ناس حبين الرسم فالناس كتير اتجمعوا في ان هما يتفرجوا على الفيديوهات فدي حاجة تساعدني جدا حاجة تشرفني ان انتوا تبقوا التفرج على فيديوهاتي فده شرف لي جدا اكتبوا لي تحت سواء بقى عايزين اه فيديو عن رسمة معنا واكيد هتلاقوني بعمل لكم الفيديو واي حد طلب رسمة فاكيد انا الرسمة انت او انت طلبتوها فاكيد اعرفوا ان هي في بالي واكيد هعملها ارائي باللون الاخضر زي ما انت شايفين بلون الجزء اللي على الشمال في الواحد رقم واحد باللون الاخضر الالوان الخشب تقدروا استخدموا الوان فولمستر والوان خشب تقدروا استخدموا علام ماركر تقدروا استخدموا عنواع كتير من الالوان المهم ان هو هي دي النتيجة اللي احنا اعزنا الالوان الخشب بالنسبة اللي هيستخدمها لانها منتشرة جدا اه اغلب الناس موجود عندها الوان خشب فالالوان الخشب سهلة جدا احنا بنلون بحاول على قد مقدر كمان الرسمات بتاعتي اجيب لكو الوان اساسية يعني ما اجيبش بقى الو ايه الفوزدو اللوزي الجاي من درجة من مش عارف ايه الموضيع دي بتعقد الناس فانا مش عايز اعقدكو خاص من الرسم الرسمة بسيط جدا جايبين لون اخضر انتوا لو جبتوا العلبة اللي هي سبع الوان فيه علبة كده الوان خشب سبع الوان اللي هي الالوان الرئيسية بس هتلاول الاخضر فيها هتلاول بالاخضر عادي جدا الاحمر موجود من الالوان الرئيسية فانا جايبلكو الحمد لله بحاول اعقدم الاخضر اجيبلكو الوان تبقى سعر جدا ما تتعبوش ماجيبلكوش بقى الدرجات فلازم تجيبو الوان درجات كبيرة لا عادي جدا الوان اساسية ده بالنسبة الالوان الخشب فالالوان الخشب اللي هيلون بها محتاج ان هو بس يبري الالم كويس عشان اللون يبقى واضح مش اكتر وعشان يعرف يتحكم بالالم لان يا جماعة لو انت مباريتش الالم كويس اللون هيطلع برا الشكل كل شوية هتلاقي اللون طلع برا الشكل انت مش هتستفيد حاجة وهيطلع على المنظر مش هحسن حاجة طيب باللون الاقدر بلون الرقم واحد ورقم الاربعة رقم التسعة ورقم الخمسة لوانهم بالاحمر طبعا لونا الهلال ولونا النجمة باللون الاحمر الهلال طبعا عملنا زي شكل نص دايرة ونص دايرة تانية جنبها فدنا الهلال النجمة طبعا عبارة عن مثلثات مش اكتر مثلث فوق ومثلث على يمين ومثلث على الشمال ومثلثين تحت واحد ميل لناحية اليمين شوية واحد ميل لناحية الشمال شوية فباللون الاحمر عايدة لونه هو رقم خمسة ولون رقم تسعة بخططته كده حواليه طبعا ما تخشوش على مراحلة التلوين الا انتم متأكدين ان انتم خلصتوا التخطيط ومش هتعملوا اي تعديل تاني طبعا لو يرسم رسمة النهاردة لازم يبقى حسابه على انستجرام على الفيسبوك رابطة موجودة في صندوق الوصف مستني تطبيقاتكم مستني التطبيقات الجميلة والتطور رهيب للرسمة بتاعكم فهتلاقوا رابط موجودة في صندوق الوصف لازم كمان تروحوا تتابعوني هناك لاني بنازل حاجات مهمة جدا حاجات اه ممكن تبقى اللي هو ايه انكم هتكونوا لما تروحوا هناك على الفيسبوك وانستجرام هتلاقوا في حاجات هتعرفوها عني انا اكتر عن انا كخار الدرغام فعايزين تعرف حاجات اكتر عايزين تشوفوا رسومات اكتر عايزين تشوفوا رسومات احترافية فهتلاقي كل ده موجود على الانستجرام والفيسبوك لازم تتابعوني هناك طبعا اللي مش هيعرف يعمل فولو من الرابط هتلاقي الرابط موجود في صندوق الوصف اللي مش عارف يجيب الحساب فهتروح على الانستجرام او على الفيسبوك هتلاقي الحساب عبارة عن كلمة اه الدرغام ارت او ار جي اتش اي ام مسافة اي ار تي بنكمل الرسمة بالطريقة دي بابدأ اخطط طبعا دي حاجة اكيد في ناس كتير كانوا من اللي متابعيني زمان عارفين انها بعمل الحركة دي ان انا بجيب الام اتش بي وببدأ اخطط الرسمة سواء لا بخططه بالم اتش بي في اوقات كنت بخططه بالم حبر جاف اسود فكل ده نقدر نستخدمه اي حاجة فيهم تقدر استخدمه طبعا شكرا لكم على الحداشر الف مشترك ولسه اللي جاي اكثر من نجاح لنجاح كله بفضل الله ثم بفضلكم ودعموكم المستمر الي ايا فما تنسوش اللايك ولي مش مشترك القناة يشترك ودي كانت رسمة النهاردة ده كان فيديو النهاردة اتمنى الفيديو يكون عجبكم لاعجبكم الفيديو لايكو شايروا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بتستني شمسة جهاتكم على الرسمة في صندوق الوصف هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك خشوا وبعاتوا الرسومات واقولوكم اخطاء وهنشجعكم وهشاير رسوماتكم وما سلامة اشتركوا في القناة